عايزين نتكلم بقى برضو على المسلسلات اللي انت شايفها يعني ممكن تكون كانت تاخد حقها اكتر من كده لكن اتظلمت مثلا في وجود جرع مثلا من النوع ده كتير مثلا يعني اتظلمت عشان الدنيا زحمة يعني وحس انها لما تتعد هتاخد يعني رد فعلها احلى مع الناس منها مثلا سر الهي للروجينة المسلسل ده في مشاهد كتير هلو احداثه كويسة ده حسوا لما يتعد تاني الناس هتحبوا من المسلسلات اللي ما اتظلمتش بس هي اتعرضت منصة بس لما تتعرضت تلفزيون هتحقق نجاح كبير كمان لحظة غطب الحقيقة ولحظة غطب من المسلسلات اللي ستايل جديد وما تعملتش وفكرة الجريق شويتين مخدق على واقع تواصل اجتماعي كلام كتير وبلاك كوميدي ما تعملش قبل كده يعني الحقيقة صبع مبارك عملت الدور حلو جدا ومحمد محمد شاهين كمان عمل الدور هيل في المسلسل ده وعمل مشاهد كتير حلوة غير كده مش حاسس ان فيه مسلسلات اتظلمت يعني كل مسلسل خد على قد التقييم الفني الحاجة الحلوة الناس بتحبها وتتفرج عليها يعني لو فيه مئة مسلسل مش تلاتين بس من مسلسلات اللي عجبتني السنة دي يعني فيه اكتر من مفاجأة حلوة بالنسبالي ومسلسلات ما كنتش تتوقع انها تبقى حلوة او انها تشد او انها افضل النهاردة 19 وانها افضل بتحبها لغاية دلوقتي مسلسل المعلم الحقيقة مسلسل حلو وقصته حلوة واحداثه كويسة صهر الصيغ مثلا كمان من احلى ادوارها مبارح مثلا عملت مشهد مع باباها لما اكتشفت ان هو سرق حماها مشهد هيل يعني واحدة حسستني احساس الواحدة اللي عندها كانسر وفي نفس الوقت هي مش متضايقة على تعابها قد ما متضايقة في صدمتها من والدها انا شايف المسلسل المعلم من المفاجآت الحلوة حق عرب من المسلسلات الحلوة والغاية دلوقتي محافظة على الرتم بتاعها وكل يوم يحصل حدث جديد وده ما بيحصلش دايما في المسلسلات الثلاثين حلقة يعني المسلسلات الثلاثين حلقة عادة كده بتريح تلات اربع حلقات وتعمل حدث حلو في حلقة عرب الحقيقة ما فيهوش الحكاية دي والمسلسل المحافظة على الرتم بتاعه وعجبني جدا والدويتو اللي ما بين وفاق عامر ورياضي الخولي الأساتزا الكوار طبعا أحمد العوض دي كمان عارف يغير ما بين كل كاراكتر وكاراكتر بيعمله الحشاشين طبعا يعني ما ينفعش نتكلم على سيزة الرمضان وما تكلمش على الحشاشين السنة دي فيه علامات مهمة في الدراما سواء الحشاشين سواء جودر سواء مليحة ثلاث علامات مهمة كل المسلسلات في كافة وكل المسلسلات حلوة طبعا البقين بس ثلاث مسلسلات دول تحديثا ثلاث علامات مهمة وثلاث مسلسلات بتبين قد إيه التطور الدراما عندنا في مصر مش بس ككتابة وكإخراج لكن كتصوير حسين عصر عامل تصوير هايل وعالمي الحقيقة في المسلسل ده زي ما تايمور تايمور عامل في مسلسل جودر تصوير هايل المزيكة أمينة بحافة زي كل المسلسلات عندنا بورج هتلاقي المزيكة المكياج المونتاج الجرافيك كل ده الثلاث مسلسلات دول تحديدا مسلسلات اللي انتي تقولي بقى احنا يمكنكم نفتقد مسألة الإبهار دي يعني يمكن ده اللي بيودي ناس لدراما بره مصر مسألة الإبهار دي انا شايفاها رجعت في مسلسلات كتير السنة انا بصي احنا في الاخر احنا اللي علمنا الناس في الوضع العربي دي فكرة الدراما التاريخية تحديدا فاحنا احنا الحقيقة يعني معرفش ايه الاسباب اللي خلتنا نبعد عنها في دول تانية سبقتنا سوريا سبقتنا فترة من الفترات تركيا سبقتنا فترة من الفترات لكن احنا السنة دي عاملين مسلسلات لا تقل جودة عن اي مسلسل مسلسلات دي لو هالناس كد بتيجي في وقت من الاوقات تقول ايه ده احنا ازاي احنا ما عندناش حريم السلطان احنا عاملين احلى من حريم السلطان وعملين مسلسلات احلى بكتير الحقيقة السنة دي طب عايزين نروح لبدون سبق انزار الفنان قسر ياسين وهاني خليفة والحقيقة عاملين يعني بص يعني عصلا عندي دايما ايه حاجات كده ايه اه عارفها جواسيس فبقيس مثلا من مراتي فكرة المسلسلات اللي على جروبات الستات بتقعد تعمل قلق مع الناس فالمسلسل ده عامل قلق مع الناس عامل مع الستات قلق كتير وبيتكلموا عليه وفيه الستات بقى دروقتي قاعدة اللي لسه مجايبين ببيهات جديد هو انا ده ابني بجد وقال اعمل حالة خواجز اه عند الناس المسلسل الحلو ثلاث حلقات انا مشوفتش حلقة النهاردة الحقيقة ثلاث حلقات جمدين بس انا عندي مشكلة بقى انا معرفش ايه اللي هيحصل في الاثناشر حلقة جايين لانه الاحداث سريعة او انتعرفت كل حاجة يعني المسلسل خلص يعني بالنسبة لي كل حاجة حصلت ده مش ابنهم ده الولد اللي كان حتى سافروا لإسماعليه عشان يشوفه ابنه الحقيقي طلع توافع فأنا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده لو المسلسل فضل بنفس الاقاعدة بنفس الرتم ده فضلوا خليني مشدود ليهم وان انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل في كل الحكاية انا شايفه هيبقى ده الحصان الاسود الحقيقة في نصف تانين من رمضان ومن احلى المسلسلات في رمضان بس انا معرفش ايه اللي هيحصل بعد كده بس انا شايف اسر ياسين درر هاي اللي بن عامله حلو جدا عيشة بن احمد عملت معايا كزا مشهد حلو انا كنت مقلق من عيشة بن احمد فكرة انها تطلع امه الحقيقة عاملة زي ما انتي قلت فيه جرأة عند النجمات انهم عندهم مش مشكلة يطلعوا احنا كان عندنا لغاية كم سنة فاتت بيبقى فنانات عندهم خمسين سنة وفي الجامعة اه او بيعايشين قصة حب قوية فالصغافة دي انها تتغير حاجة كويسة انا بقولك عجبني جدا اقاع اول ثلاث حلقات هايل هايل بجد يعني وصورة حلوة وشفت الاسماعيلية وشفت اماكن كتير لكن انا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده لو فضل بنفس الرتم ده ده حاجة عظيمة طيب عايت اسألك عن الكبير جزء الثامن وقدم ايه او انت كنت متوقع انه يقدم ايه في الجزء الثامن وقدمه ولا مقدموش وعمل ايه مع الناس موسف الاخر شئنا ابينا الكبير براند والكبير طيب هل الاستمرار فيه كان قرار صح انه نعمل الجزء الثامن ما هقولك بقى اه فكرة استمرار قرار صح او لا ده نستنال للاخر عايز اقولك احيانا فيه مسلسلات بتيجي الناس بتقعد مثلا ما تتكلمش عندها 27 حلقة وتيجي عدللات حلقات السنة اللي فاتت مثلا لو نفتكر جعفر عمدة جعفر عمدة كانت لغاية الحلقة الستاشر هو مسلسل الناس بتتفرج عليه زي مسلسل حلو متشايف وحلو لكن من يوم 17 رمضان تحول جعفر العمدة الى ان العزومات كلها بتتفرج على جعفر العمدة ان الناس كلها قاعدة القهاوي فهو احيانا حدث بغير الدنيا زي ما في سيزون 6 مثلا مارجان المزاريتا لما تعمل كان اخر 3 يام قلب الدنيا والناس كلها بقى تتكلم عليه انا بوصفت دايما في الحاجات اللي بتبقى ليها علاقة بالكوميديا وإفهات وحاجات كده ما بحبش ان المسلسل يتعمل سنة ورا سنة لان ما بتلحقيش تجمعي كم كبير من الإفهات والمواقف والحاجات اللي تتخدم عليه الجزء السادس اللي اللي نجحه ونجح كبير انه قعدنا خمس ست سنين ما كانش فيك كبير ففي الاخر بقى عندنا بالك كده إفهات ومواقف وحاجات تقدر نشتغل عليها فكرة انه هنعمل سنة ورا سنة صعب ومرهقة جدا ايوا سنة دي فريق الكتابة تغير انا شايف الكبير لسه محافظ على نفس جمهرياته ونفس الناس اللي بتحبه الكبير مهما حصل حتى لو ما بيحصل ايه الناس بتحب تتفرج عليه بس انا بعتم مثلا على الكروب تاع الكبير ان نفادي او حاتم صلاح ومحمد سلام هادرس اللي اتنين ظهروا متأخر شوية لو كانوا ظهروا وبدري كان هيفرق معاهم لان الستارت في الرمضان تحديدا بيفرق جدا مع الناس لو اتأخرت شوية اهه حلقة من ثلاثة ولا نشوف هتكمل ولا لا صح فهما اتأخروا شوية يعني انا من ظهور في الحلقة اللي ظهرت فيها امينة خليل مع نفادي كانوا كم مشهد الوزاز من بعدين المثلثة اللي بتاقي على الحقيقة طب بوجه عام كده واخيرا شايف ازاي ايه اللي بيميز السيزن ده من دراما رمضان بوست انا لو هنتكلم على ظهر ظهر فكرة ان المثلثة ال 15 حلقة ناجح مع الناس 11 المثلثة ودي نسبة كبيرة وماثرة مع الناس انا مثلا انا الحاجة اللي مخدود منها ومعرفش الناس لانها مش بحسها في الحقيقة كده بس مشاكل ما بيلي اخوات كتير جدا بجد في المثلثلات دي ده حتى جودر اخوه عنده مشكلة يعني اخوه اصلا عنده مشكلة ففكرة الغيرة من الاخوات حساسها كتير جدا فيل غير عصامة عمر واحمد دارش هم دول بس لكن انا برك انا حتى اتفاجئت جودر ذات نفسه ونفس الكلام فكرة الانتقام موجودة برضو في مسلسلات كتيرة جدا دي ابرز الحاجات اللي كانت يعني كقصص واحداث بس غير كده انا شايف ان احنا السنة دي ممكن مفيش مسلسل عامل زي جعفر العمده اللي هو اللي دي بتبقى فلاتي كل مجتمع علي اه بس كل مسلسلات حلوة وكل مسلسلات لها جمهور وكل مسلسلات الناس بتتفرج عليها والحلو ان انت ما تعمليش مسلسل الناس كلها تتفرج عليه بس تعملي مسلسلات لكل شرايح المجتمع المسلسل تلاقي نفسك فيه انا مش مهمة تتفرج على عشرين مسلسل مهمة تتفرج على مسلسل المسلسل ده يجبعني ويكفيني وابقى مرضي وحلو وده اظن موجود لان مفيش مسلسل الناس ما بتتفرج عليه وما بحبوش صحيح اشتركوا في القناة